أصدرت هيئة الهلال الأحمر الإمارة بياناً نفت فيه الإدعاء الكاذب والمسيس في إحدى وسائل الإعلام الذي يشير إلى أن المستشفى الميداني الإمارة في أمد جراس يستخدم لأنشطة أخرى غير العمل الإنساني وأكد البيان أن المستشفى عالج حتى الآن نحو 8808 سودانيين فارين من الحرب في بلدهم و19658 شادياً إضافة إلى إجراء 550 عملية جراحية وأكد البيان أن هذه المزاعم التي لا أساس لها من الصحة والباطلة هي دعاءات مؤسفة وتعارض سلامة موظفين ومرافقنا الإنسانية للخطر وخاصة أننا نعمل في مناطق نزاعات مسلحة كما أن مثل هذه الإدعاءات تعارض إمكاناتنا على تقديم المساعدات الحيوية لمن هم في أمس الحاجة إليها للخطر كما أكدت هيئة الهلال الأحمر رفضها الشديدة لهذه الإدعاءات التي تفيد بأنها رفضت طلبات الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر للدخول إلى مستشفى أمد جراس إن تعاوننا وعلاقتنا مع الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر راسخة ووطيدة منذ انضمامنا كعضو في الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر في عام 1986